هناك هدنة من المفترض أن نرى شيئا منها في قطاع غزة بتقديرك ان تحققت هذه الهدنة هل ممكن أن نرى بعض الهدوء ما يجر مع جماعة الحوثي العراق سوريا ما رأيك بذلك؟ رأيي هو بأننا سوف نرى بعض الانخفاض في هجمات الحوثيين لأنهم في الحقيقة بدأوا بهجماتهم بعد 7 أكتوبر بقليل وقد كانوا ملتزمين ومركزين على هدفهم الرئيسي وهو معاقبة إسرائيل على الحرب في غزة فهذا بالتأكيد سوف يخفف من الضغط هناك ولكنني كما قلت سابقا الوضع داخل العراق لم يتسبب به الحرب في غزة ولن يحله حل في غزة هناك العديد من الاخترافات القائمة داخل العراق حيال استمرار وجود التحالف وعلى رغم العدد القليل من الأمريكيين والحلفاء العديد من تلك الأدرع الإيرانية يريدون مغادرة الأمريكيين وحتى بعض العناصر الرسمية في الحكومة تريد مغادرة الأمريكيين فالطريقة الوحيدة من وجهة نظري التي يمكننا الوصول إلى حل بها داخل العراق لإنهاء هذا القتال هو وجود اتفاق ما بين الدول حول طبيعة وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف الأخرى في العراق وإذا لم يكن هناك اتفاق فلا بد أن تغادر هذه القوات